إذن تلاميذ السنة الثالثة إعداد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن حصتنا تتعلق بمدخل الاقتداء عنوان الدرس إيواء الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج أبو أيوب الأنصار وأم سليم نعم إذن لو عدنا للتذكير إلى صورة الحديد سوف نجد الآية 17 تقول إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قردا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم إذن هذه الآية تذكرنا بفضل إنفاق الأنصار رضوان الله عليهم في إيواء المهاجرين إذن لو عدنا إلى الدروس السابقة الهجرة من مكة إلى المدينة وفضل الأنصار وتضحيتهم نعم بالغال والنفيس من أجل هؤلاء المهاجرين نعم نصرة لدين الإسلام نعم نعود إلى نصوص الإنطلاق يقول الله تعالى في صورة الحشر والذين تبوأوا الضار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وفي الحديث النبوي الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاصمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة إذن الحديث والنص القرآني بين أيدينا إذن لدينا شرح الكلمات تبوأوا سكنوا خصاصة حاجة وفقر شح نفسه وهو البخل الشديد إذن مضمون هذه النصوص نعم إذن النص القرآني أو الآية القرآنية الثناء على الصحابة الأنصار وقاصموا معهم أموالهم فكارية الإيثار والتضحية مضمون الحديث تضحيات الأنصار في إيواء المهاجرين إذن نعود إلى تحليل هذا الدرس المحور الأول سكان المدينة يرحبون برسول صلى الله عليه وسلم إذن نعلم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي ما لقي من الأدى من طرف كفار قريش فهاجر الهجرة أمر أصحابه في البداية إلى الهجرة إلى الحبشة ثم بعد ذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة نعم فهؤلاء الأنصار لما سمعوا بقدوم رسول صلى الله عليه وسلم معلموا بذلك نعم استبشروا بقدومه وكانوا يترقبون كل يوم حضوره إليهم فرحبوا به وكان كل واحد منهم يريد أن يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لكن مشي أطلق سبحانه وتعالى أن يستقر هذه الناقة وهي مأمورة من ربها أمام بيت أبي أيوب الأنصار ويحظى بهذه الرفع والمكان بين المسلمين إذ نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته فكان أبو أيوب الأنصاري نعم يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هو وزوجته وظل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته مدة شهر كامل إلى أن بني المسجد النبوي وبنية حجرات أزواجه الطاهرات رضي الله عنهم حرص أبو أيوب الأنصاري وزوجته أم سليم على أن يوفر للرسول صلى الله عليه وسلم كل أسباب الراحة والهدوء فأم سليم مثال للتضحية والنصرة فأم سليم هي الملقبة بالرميساء خلدت تاريخ الإسلام يذكرها كأروع مثال في التضحية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كانت فقيرة ليس لها ما تقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم لكنها قدمت أغلى ما لديها قدمت ابنها أنس بن مالك هدية للرسول صلى الله عليه وسلم لخدمته فكانت تطبخ له الأكل وتصل له تيابه وكانت تشارك في الغزوات تعالج المرضى والجرحى وتسقي المحاربين الماء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أن انتقل إلى بيته كان يزورها في بيتها في بيتها بين الحين والآخر ويصلي في بيتها ويدعو لها ويدعو لأهلها إذن دروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من هذا الدرس وهو حبنا لآل البيت وحبنا لرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعنا من أن نضحي في سبيل هذا الدين الإسلامي بالغالي والنفيس حتى ولو كان الإنسان ليس في مقدوره مال لأيضحي به في سبيل الدعوة الإسلامية وفي سبيل الإسلام فله أشياء كثيرة منها العمل منها التعليم منها حفظ القرآن منها مساعدة الناس منها الإحسان منها الأجر منها القدوة أن يجعل رسول صلى الله عليه وسلم قدوة في حياته ويستدمج هذه القدوة في حياته اليومية داخل أسرته ومع أبنائه وداخل المجتمع فدروس هي كثيرة في هذا النص هي التضحية هي الإيواء هي الإيطار هي الجود هي الكرم كأن يضحي الإنسان ببيته وبولده من أجل هذا الدين فهذا شرف كبير لأيدي